من جهة أخرى رحبت الحكومة اليمنية بكافة الجهود المبدولة من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني مضيفة أن التصريحات الدولية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي تنسجم مع رغبة الرئيس عبد ربو منصور هادي وحكومته وفقاً لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الخاص لليمن مارتين جريفتس ويضيف بيان الحكومة أن عملية السلام في اليمن قد عرقلتها الميليشيات الحوثية بخرقها تسعة هدن لإيقاف إطلاق النار كذلك من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة وأبدت حكومة معين عبد الملك استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرة إضافة إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي بهدف إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية هذا وتشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة ترجمة نانسي قنقر